بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نتكلم على التوزيع الطبيعي Normal Distribution كمثال على المتغير العشوائي المتصل لو ياخد أرقام صحيحة وكسرية أو عشرية إيه الخطوات برسم التوزيع شكل التوزيع الطبيعي ده جرس شكل الجرس بنزل عمود من القمة إلى القعدة فبيقسمه إلى قسمين متسويين بالزبط ومتشابهين بالزبط أكي النمراية الشكل كله مجموعة احتماله واحد صحيح يبقى أن العمود ده بيقسمه إلى احتمال نص ونص العمود ده بينزل على المنتوسط الميم أي رقم أكبر من الميم تتحط يمين أي رقم أصغر من الميم تتحط شمال يعني الميم ده لو مية فرضا يبقى مية وعشر مية وعشرين مية وثلاثين وهكذا تتحط يمين تسعين تمانين سبعين ستين وهكذا تتحط شمال شكرا قانون بيقول إيه؟ يه تساوي سين نقص ميم على سجمة يه الدرجة المعيارية سين القيمة الميم المتوسط سجمة للحراف المعياري ثم بعد ما جبت ليه؟ أشوف الجدول التوزيع الطبيعي اللي هو جدول زد أجيب منه قيمة بالإحتمالي طيب نشوف مثال إذا كانت أطوال الطلاب تتبع التوزيع الطبيعي لازم هقولك أنه يتبع التوزيع الطبيعي توقع مية خمسة وتمانين يعني متوسطه مية خمسة وتمانين اللي هو الميم بنحراف معياري عشرة سنتيلي والسجمة اختيار طالب من بين هؤلاء الطلاب يوجد احتمال أن يكون طوله بين مية خمسة وتمانين ومية خمسة وتسعين مية خمسة وتسعين فأكثر مية وسبعين لمية وتسعين مية وسبعين لمية ستين لمية وسبعين أقل من مية خمسة وتسعين أكبر من مية يعاوزين نشوف كل الحالات نشوف أنا كل مرة في المطاليب دول كلهم السبعة أنا هعود أغيرلك في السين بس لكن الميم اللي مية خمسة وتمانين دي سابتة طول المسألة والسجمة عشرة سابتين طول المسألة نمر واحد عاوزين احتمال أن يكون الطول بين مية خمسة وتمانين ومية خمسة وتسعين المية خمسة وتمانين دي اللي هي الميم تتحط هنا في النص مية خمسة وتسعين عشان هي أكبر منها تتحط على يمين أنا عاوز أزلل هذه المساحة عشان دي إلا أنا عاوزها المساحة دي إلا أنا عاوزها هناخد السين مية خمسة وتسعين ناقص الميم مية خمسة وتمانين وإحنا قلنا السجمة بعشرة دي سابت عشرة على عشرة واحد علامة صفرين أصل لازم ليه دي تبقى رقم رقم صحيح ويبقى فيه اتنين ديسمال لازم المهم يكون فيه اتنين ديسمال لو جالك مفيش ديسمال زي كده رحت حاطت أنا اتنين زيرو عاد ديسم إيه المشكلة؟ إن شاء الله حطي مية زيرو أخد بقى الواحد ده أكشب بيه إزاي في جدول التوزيع الطبيعي أخد الرقم الصحيح مع أول علامة عشرية واحد وصفر واحد علامة صفري تبقى على شمالي والصفر ده التاني يبقى فوقية اللي هو أول عمود على طول في الجدول بصوا في الجداول بص كده هتلاقي إن الاحتمال علامة ثلاثة اربعة واحد ثلاثة يبقى المطلوب الأول أن يخلص يعني احتمال أربعة وتلاتين وتلاتتاشر من مية في المية لو عاوزها نسبة معوية يبقى اللي طولهم من مية خمسة وتمانين لمية خمسة وتسعين من الطلبة أربعة وتلاتين وطلاتتاشر من مية في المية طيب عاوز الطول بين مية الطول مية خمسة وتسعين في أكثر شيء البين دي أهيه بصوا المية خمسة وتسعين على يمين المية خمسة وتمانين اللي هي المين بس نظل لللي بعدها إيه واحد يظل لللي جوه ده لا تعالوا نطبق إيه مية خمسة وتسعين نقص مية خمسة وتمانين على عشرة عشرة على عشرة فيها الواحد ونقوعة تنسى تحط العلامة وصفرين وإحنا لسه يدين إن الواحد ده هنكشف عليه إزاي واحد وعلامة وصفر على شمالي والصفر التاني العلامة العشرية فوقية ننزل نلاقي علامة تلاتة أربعة تلاتتاشر بس تخيلوا إن مش ده المطلوب بقى بتاع المسألة دي لإن اللي أنا جبته ده هي الحتة دي تقول لي عرفت منين ما هو قانون بيقول مية خمسة وتسعين نقص مية خمسة وتمانين يعني القانون بيجيب لي هذه المساح بس أنا مش عاوز دي أنا عاوز الحتة دي طب ما إحنا عندنا بقولك من أول العمود لغية الآخر احتمالهم أو بوينت فايف أو خمسة من عشرة ما تيجي ناخد الخمسة من عشرة ناقص اللي إحنا لسه مطلعينه اللي هو علامة تلاتة أربعة تلاتتاشر يدينا الاحتمال البتاع الحتة المزللة وعلامة واحد خمسة تمانية سبعة نشوف الدات احتمال إن الطول بين بيئة وسبعين لمية وتسعين هي مية خمسة وتمانين اللي هي المين في النص مية وسبعين قبلها ومية وتسعين بعدها ما ينفعش نجيبهم مرة واحدة لازم نجيب حتة حتة تعال نجيب من مية وتسعين لمية خمسة وتمانين الأول مثلا أو عاوز تجيب التانية الأول ما فيش مشكلة مية وتسعين نقص مية خمسة وتمانين على عشرة ما أخد بالك إن الميم سبتة والسجمة سبتين طول المسألة خمسة على عشرة يبقى خمسة من عشرة بس أحطي لها صفر عشان إحنا قلنا لازم اللي هي تبقى اتنين ديسمال يعني علامتين عشريتين لازم تعال ناخد الخمسة من عشرة اللي هو الانتيجر مع أول ديسمال نحطها على شمالي ونحط الصفر فوقية ونجيب الرقم نلاقي علامة واحد تسعة واحد خمسة نسيب اللي احتمل دا دلوقتي تعال نجيب الحتة التانية من مية وسبعين لمية خمسة وتمانين يبقى مية وسبعين نقص مية خمسة وتمانين على عشرة يبقى ناقص خمستاشر على عشرة يبقى ناقص واحد ونص ونحط الصفر برضو عشان تبقى ناقص واحد وخمسين من مية او اهمل الإشارة عارف الإشارة هنا ظهرت ليه؟ عشان المية وسبعين موجودة شمال مش يمين لو السين محطوطة في اليمين بتطلع بالموج لو محطوطة في الشمال تطلع بالسالب فهو في الحالتين احنا بنهمل الإشارة أصلا الواحد علامة خمسين يبقى ناخد واحد وعلامة خمسة على شمالي ونبص فوقية لما نلاقي الزيرو ننزل نلاقي اربعة تلاتة تلاتة اتنين يبقى احنا جبنا دي الوحدها وجبنا دي الوحدها تعالوا بقى نجمحهم على بعض يبقى علامة واحد تسعة واحد خمسة زائد علامة اربعة تلاتة تلاتة اتنين يطلع علامة ستة اتنين اربعة سبعة يعني 62.47% لو عاوزها نسبة مقاوية طيب أربعة من 190 و 200 خد بالك إن 190 بعد 185 وال200 بعد 185 يعني الاتنين في الجنب اليمين تعالى الأول نجيب من 190 إلى 185 ونجيب من 200 إلى 185 وبعد نترحم إيه رأيك يهي تساوي 190 نقص 185 على سجما ب10 خد بالك إن الميم والسجما ما بيضغيروش طول المسألة هتطلع 5 من 10 أقول 50 من 100 5 من 10 على شمالي والصفر فوقية تطلع أعلامة 1 9 1 5 بص في جداول الزد أو التوزيع الطبيعي تعالى نجيب ليه من 200 إلى 185 على 10 تطلع 15 على 10 واحد ونص حط 0 عشان تبقى رقمين 20 هنكشف عليها واحد ونص على شمالي والصفر فوقية يطلع أعلامة 4 3 3 2 تعالوا نطرح الاحتمالين من بعض على الكبير نقص الصغية لأنه ما فيش احتمال بيطلع بالسالب تطلع علامة 2 4 1 7 يعني أنا أكني جبت هذه المساح أهي وبعدين رجعت جبت هذه المساح وأنا كل مرة لازم أجيب علاقتها بالميو طرحتهم جبت الحطة المظللة اللي أنا أعاوزها اللي هي دي 5 احتمالا يكون الطول بالمية وستين ومية وسبعين آه في النص مية خمسة وتمانين اللي هي الميم مية وسبعين قبلها ومية وستين قبلها يبقى اللي اتنين في جنب الشمال برضو هنعمل زي ما عملنا المرة اللي فاتت هنجيب علاقة المية وسبعين بالمية خمسة وتمانين وعلاقة المية وستين بالمية خمسة وتمانين ونترحهم من بعض يلا مية وسبعين نقص مية خمسة وتمانين أعلى عشرة ما هي اللي قلنا الميم والسجمة سبتين نقص خمسة عشرة عشرة سالب واحد ونص ونحط صفر من عندنا السالب نجليكت دا صين تعالوا ناخد الواحد ونص على شمالي وفقية الزير وتطلع علامة أربعة تلاتة تلاتة اتنين تعالوا ناخد الجزء التاني من مية وستين لمية خمسة وتمانين على عشرة تطلع سالب اتنين ونص حط برضو الصفر عشان يبقى نجليكت دا صين أو اهمل الإشار وبعدين خد اتنين ونص على شمالك والصفر فقية هتلاقي علامة أربعة تسعة تلاتة تمانية تعالوا نطرح الكبير ناقص الصغير لازم الاحتمال دا يطلع بالموجب علامة صفر ستة صفر ستة ستة احتمال أن يكون الطول أقل من مية خمسة وستين سانتي خد بالك أن المية مية خمسة وتمانين مفيش كلام المية خمسة وستين تبقى قبلها بس عاوز أقل عشان كده أنا ظللت الحتة دي اوعى حد يظل دي بظلل إلا أقل إلا على الشمال مية خمسة وستين ناس مية خمسة وتمانين على عشرة تطلع ناقص عشرين على العشرة يبقى سالب اتنين وتحط علامة صفرين عشان دايماً يبقى علامتين عشريتين نكشف في الجدول او ايه من الإشارة اتنين علامة صفر على شمالي وفقية لما يبقى في صفر نلاقي أن الاحتمال علامة مربعة سبعة سبعة اتنين بس خد بالك مش هو ده اللي أنا عاوزه لأن أنا جبت ايه أنا جبت هذه المساحة تقول لي عرفت من ايه مية خمسة وتمانين ناقص مية خمسة وستين مش هو القانون بيقول كده يبقى إذن القانون بيجب لي هذه المساحة اهي طيب ما احنا عارفين ان من اول العمود لغية الاخر او بوينت فايف او خمسة من عشرة صح طيب ايه رأيك ما أنا جبت الحتة دي اللي هي باربعة سبعة سبعة اتنين طيب ما تيجي نطرحها من ده نطرح من خمسة من عشرة تجيب لي ده هو ده اللي أنا عاوزه لأن من اول العمود للاخر خمسة من عشرة وانا جبت الحتة اللي هي ايه الحتة البيضة اللي هي مية خمسة وستين اللي مية خمسة وستين اللي أنا مش عاوزها اترحها من النص تجيب لي الحتة المظللة سبعة الطول اكبر من مية وسبعين مية خمسة وتمانين دي مين في النص مية وسبعين قبلها بص بقى لما اجي ظل اظل الكل اللي بعد المية وسبعين واحد يقف عند مية خمسة وتمانين ما قلت لكش انا بقول لك اللي اكبر منها وبس مية وسبعين نقص مية خمسة وتمانين على العشرة يبقى ناقص خمستاشر على العشرة يبقى سالب واحد ونص وحط صفر عشان يبقى رقمين عشرين نجليك تدسين او اهمل الاشارة واحد ونص على شمالك والصفر فوقيك هتلاقي اربعة تلاتة تلاتة اتنين من جدول التوزيع الطبيعي بس احنا جبنا الحتة دي بس طيب ما الحتة دي احنا عارفينها اللي هي خمسة من عشرة اه مش دي خمسة من عشرة اصلا احتمالها ما تيجي نجمحها على اللي احنا جبناه فيطلع الاحتمال المطلوب علامة تسعة تلاتة تلاتة اتنين وقادي تماريب عشان نتمر